أمين عايز أقلك على البيان اللي أصدره النادي الأهلي النهاردة فيما يخص ملعب محايد لنهاي دوري أبطال أفريقيا رأيك كيف البيان رأيك كيف الوضع أصلاً اللي حصل من الكاف فيما يخص عدم الإعلان عن ملعب نهاي دوري الأبطال ولا حتى موعد نهاي دوري الأبطال تمام بص فيما يخص الكاف فالكاف عايز يعمل فكرة أوروبا إن أنا بلعب على ملعب محايد من مباراة واحدة صحيح تمام دا مافيش مشكلة فيه بس دا المفترض يتم الإعلان عنه باقي زي أوروبا يعني يتم الإعلان عنه على الأقل على أقل بالزرعة على أقل مع بداية البطولة والمفودي بقى قبل إن Mmmm انت بتتكلم إن أوروبا بيعلنوا قبلها بتلات سنين صح فا أنت منقول على الأقل يبقى مع بداية البطولة ليه لأن بتمنع بقى النفسك الاتهامات يعني نافترض إن انت كنت أعلنت في بداية البطولة المغرب وصل الوداد أو بقى ده دافع للوداد والرجاء إن هما ينفسه محدش يقدر يتكلم معاك محدش يقدر يلومك زي باريس النهائي السنة دي باريس لو باريس تنجي عملك نوصل للفاينال مفيش مشكلة مفيش مشكلة خلاص كله هيبقى ساكت بالزبط لكن انت لحد دلوقتي ما استقرتش واحنا خلاص نعتبر يعني عرفنا مين طرفي النهائي فدي مشكلة المشكلة التانية أصلا الكريمي ان انا شايف ان في مفاكة أصلا مضروب في الفكرة دي أولا انت ما عندكش شبكة مواصلات ولا سهولة في التنقل ما بين دول الكرة زي أوروبا ما عندكش فنادق ولا إقامة مريحة زي دول أوروبا لنفترض لنفترض ان النهائي في غانا هل هيبقى مهم للجمهور الغاني ان هو يدخل ويملى الاستاد لا هو اللي كان الدولة كانت أقرأ بالسنغال والكلام اللي طالع من الكاف انه التحفز على السنغال وشبه فيه جماهير لا جماهير مصرية هتسافر بعدات كبيرة للسنغال ولا جماهير مغربية هتسافر بعدات كبيرة للسنغال وبالتالي المغربة هتبقى فاضل فالمنطقي المنطقي انه يبقى نرجع لنظام الزهاب والقياب حتى لأسباب تسوقية وده طبعا يبقى من السنة الجاية لان خلاص ما عادش ينفع انت دلواتي عم المفترض ان ليحة البطولة المبرأ بالزبط فالموقف ايه دلواتي الموقف انه مع بيان الاهلي تماما بيان موفق في توقيت موفق ان انت من دلواتي حتى كمان بيان الاهلي قال لخدمة الاربع فرق يعني ولا استبعد بيترو قتلتكو ولا استبعد وفاق سطيف فبيان موفق من الاهلي واتمنى ان الكاف يعني يعلن بدري لان فيه بتادي بقى كلام عن ان ممكن يتم تغيير المعاد علشان هائي دوري ابطال روبا وصفر متسبي علشان يحضر المتش فلازم بدري كده ومن قبل مباراة العودة ضد وفاق سطيف سواء للاهلي او ضد بيترو قتلتكو على فكرة الجملة اللي انت قلتها دي قبل ما نروح لفاروق هي اصلا مهينة اساسا جدا يعني اتأجي النهاية دوري ابطالة افريقيا عشان رئيس الكاف راح يحضر النهاية دوري ابطالة الاربع انت متخيل قد ايه احنا نتعامل مع بطولاتنا الافريقية دي النهاية ولا حاجة ايهانة يعني بص يا كريم من نزع لما هما بيقللهم نبكار نرجع في كاس العالم لان دين نطلب عدد اجبر ونطلب انهم يساعدون بنفسنا انا مفتقد ايس حياته بصراحة يعني انا يعني الراجل ده ممكن اه كان عليه حاجات كتيرة ممكن تتاخد عليه لكن بس فعاليا القرى الافريقية حتى كمان البطولات القرية بتاعتك وحد من الناس المدعوة واللي كانت بتحضر لا كانت في حتة تانية خالص لا يا كيف افهم